موسيقى بسم العاب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين يا ربي وإلهي يسوع المسيح بهالزمن المقدس بنعمتك بهالزمن اللي فيه منتقدس بكلمتك بهالزمن اللي منصنع فيه خلاصنا اللي أنت قدمت لنا يا مجانا ما علينا اللي نقول نعم مثل مريم ما علينا اللي نكون أمينين متلى ونكون لألك يا رب بكل شي فينا بالروح وبالنفس وبالجسد متلى يا رب مريد نكون لألك بكل كياننا لتولد كل يوم بحياتنا وبأعمالنا متل ما ولدت بجسده ولدت بأعماله ولدت بحياته اليوم يا رب ونحن بهالزمن مريد نكون زمن خلاص لألنا وقت مقبول مريد يكون فيه كل شي جديد لمن له قلب جديد لأنك أنت الجديد فينا والمجدد مريد اليوم نطرح لنا كل هموم الخطايا لنلبس نعمتك مريد اليوم نشتغل لنزيل كل التشوهات اللي صنعناها لذاتنا لتبين فينا صورتك أنت اللي خلقتنا على صورتك ومثالك اليوم يا رب بدنا نتحرر شو مناكل شو منلبس وشو منشرب اليوم بدنا نطلب ملكوتك وبرك ومنعرف كل الأمور التانية تزاد لألنا وعلمنا كتابك ما حدا بيتكل عليك وبيجوع وبعيش اليتم وبيقول بكتابك كنت شابا وكتشخت ولم أرى زرية لصديك تلتمس خبز ولا بنون له يتامة لأنك تعرف تعتني بولادك أنت البي الصالح اللي حبيتنا حتى النهاية وأرسلت ابنك الوحيد لأجل خلاصنا لحتى يعطينا الخبز اللي بيبع مش الخبز اللي نازل من السماء مثل المن اللي أكلوا آبائنا بالبرية وماتوا لناكل من الخبز اللي هو جسد ابنك الوحيد واللي بيأكل منه بينتقل من الموت للحياة اليوم يا رب منقلك ساعدنا للب الدعوة نعرف المدعوين كثيرين لكن المختارون قليلون جعلنا من المختارين اللي بيحبوا يرافقوك كل لحظة من حياتهم لتصير حياتهم يا رب شهادة لحياتك فيهم ساعدنا يا رب لنكون من اللي بدون الملكوت وبيعرفوا ملكوتك بيمرق بالجلش له ساعدنا يا رب لنعرف قوة الحب مش بس باللي بيحبونا باللي بيسيقوا لعلنا ومنخفر لعلهم ساعدنا يا رب نفهم اليوم بأن القلب اللي بتسكنوا انت ما بيسكنوا الظلام ولا أعمال الظلام اليوم يا رب من حتى هالوقت اللي رح نتأمل فيه بكلمتك بين إيديك انت لروحك يهب فينا ويفسل لقلنا ما هو مكتوب اليوم يا رب سلمك كل اللي طلبوا نصليلهم وما كانوا بها الأرض باللبنان بالأردن بسوريا بفلسطين بمصر بالعراق بالإمارات بأوروبا بأمريكا بكندا بأستراليا بأفرية بآسيا وبكل زاوية من زوايا الأرض ولكل الأرض فلي عن سلامك يا رب جعل زمن هالصوم زمن مبارك زمن مؤدس نرتفع فيه لألك انت اللي نزلت لألنا وبدنا فعلا يا رب نكون من اللي بيريده ملكوتك وبيتبعوك كل أعظم من حياتهم إلى كل المشد مع الآب والروح هلأ وكل الوقت ولدهر الداهرين أمين أخوتي وأخواتي بالرب يسوع المسيح هياكل الروح القدس فرح ربنا بهالعالم ومتممين مشيط الله بنعمة الروح القدس وإرادة صالحة بكل لحظة من حياتنا وين ما كنا في هالعالم باليوم بلقاءنا حول كلمة الرب بإنجيل القديس مرقص وانطلاءا من الفصل السادس ومن الآية الثلاثين هو موضوع تأملنا هو أعجوبة تكسير الخمسة تقرفين والسمكتين بس قبل ما أغوص بالإنجيل معكم ونحاول نغوص ونتنسم نسائم الروح القدس لأنه انتو بتعرفوا كل رحلة بنغوص فيها للأعماء بحاجة لأكسجين ولا بنختنئ ومنموت وبدل ما يكون غوصنا لهالخلاص ولنكتشف كنوز اللي عم نوصل لألها بأعماء المي نكون نحن مسبب موتنا بالضغط الموجود لكن نحن بحاجة لروح ليدوس لقدر نغوص بكلمة الله ولا تكون سبب خلاص لألنا وحياة أبدية لا تكون سبب للدينونة بل تكون سبب لحتى نحيا فيها وتجدد الحياة فينا وبتعرفوا أخوتي اليوم فيه سؤال لازم كلنا نجاوب عليه قبل ما نتأمل بأي إنجيل وقبل ما نتعرف على الإنجيل من هو يسوع المسيح وشو جاية يعمل يسوع ما أجل يزيد شقاءنا بهالعالم أجل يخلصنا من كل شقاء وأجل يحول كل حزن لفرح وكل موت لحياة وكل كآبة يحولها لتعزية وكل ضعف لأوة وكل ناقص ليكمله بكماله لايك ما منقدر نشوف يسوع بالزاوية مظلمة أو نشوف الإنسان اللي خلصوا يسوع بنواحي مظلمة بضو يسوع لا بل بضو يسوع ضو مشاع بشاع كل ظلمة مثل ما الشمس بتدخل إذا فتحناه لمجال لأداء الزوايا وبتنيرها وبتكشف عيوبة لتنظفها والطهرة مش لتعيبة ولا الدينة ما أجت ولا مرة الشمس قالتها البيت وصي خلتها البيت فيه وسع فيكنت نطفه وصنتوا شايفين وين الوسع شتغلوا عليه من هون بدي وضح فكرة لأنه اليوم سؤلت كتير بحسب الكنيسة اليوم التقويم الغربي اليوم كان بداية الصوم وبتعرفوا فيه ببعض الطقوس فيه رتبة هي رتبة تنين الرماد سألوني أنا الكاهن أبونا ليش ما أناك مرمد وشرحتها ثلاث أربع مرات فيه مين اقتنع فيه مين جادل فيه مين ما بتعني له شي وأنا بحترم كل الأراب بس أنا أقول ليه أنا ما بترمد وليش ما بنظر للأمر من هالإطار وأساسا الكنيسة البيزنطية كلها ما في عندها رمات عندها زيت التوبة برتبة خميس الأسرار بيدهنوا شو المقصود بهالشي أول شي خلينا نفهم أن الكتاب المؤدس فيه العهد القديم وفيه العهد الجديم فيه العهد القديم اللي يتعامل من ضعف الإنسان مع الله هذا العهد القديم وفيه العهد الجديد اللي عم نتأمل فيه اللي يتعامل مع حب الله مع ضعف الإنسان وهم فيه فرق لأنه لما بنطلق من ضعفي لا أوقف أمام الرب بقول له مثل الملك دون فمن يمسل أمامك يا رب الكنت للآثامي انت الديان فمن يمسل يا رب أنا أقدم الرب ولا شي لايك أنا بحاجة أبكي وحط رماد مثل أهل نينوى بحاجة أنا يمكن أغطي وشي بطراب بحاجة لكل شي لأتزكى أديشني خاطي قدام عمال الله اللي نكرته وبتعاد عنه من خطية آدم وحوة لكل الخطايا اللي جرتها من طوفان نوح من سدوم وعمورة من قائن وهابيل من كل شي صار خطايا ولازال عم بيصير بينما بالعهد الجديد المئياس مختلف ما أجا يسوع لا ينقض هل أنا ما جيت لأني كنت بل أكمل بس لما كل إنسان طفل بيعطوه ما هو مستوى الطفل ولما بيكبر بتصرف كرجان بالغ أو كأمرأة بالغة لايك ماربولوس لما كنت طفلا كنت أبرد الحليب هل أنا أكبرت بده أكل أكل البالغين من هون بنفهم أول شي نحن كنا طراب نتيجة خطايانا وإلى طراب نعود نتيجة خطايانا أنت طراب وإلى الطراب تعود هي بعد ما غلت آدم لايك أنا بترمد الأزكى أني مائت لكن بلما أجا المسيح قال لي لا أنت اللي كانت صمرة خطيطك الموت أجا المسيح يعطيك صمرة الخلاص أنت اللي بتوع على نعمة الله يوم اللي بتقدم لعنده تايب ما بيجي الرب بيقلك عود بكي وندوب مثل ما صار بالابن الضال لا بل عمل الرب وليمي لنفرح ونتنعم لأنه ابني هذا اللي كان ميت بخطيطه بالعالم رغم كل مظاهر الفرح أجا اليوم برغم كل مظاهر الحزن هذا يجي على الفرح الحقيقي لأنه جاي يعيش الفرح مع بيه السماوي اللي ندبح العجل المسمن ونرقص ونغني لأنه ابني ضال فوجد تاني شي الرعي لما لقى الخروف مبسط فيه ما عد عتبه وليش كان عايش ببعيد كان حمله على منكباي فرحا نفس الشي المرأة اللي لقيت الدرهم تالي شي فهمنا المسيح أنه نحن مش للموت ما نآمن بي وإن ماته فسيحيا ما بظن حدا منكم بيوم عرسه أو يوم عرسه تلبس أسود بتندب حظه وتكون مريضة بتبكي بس وقت تصحب ترقص من الفرع نحن جيين عند يسوع لنقعد عند أقدامه مثل مريم نختار النصيب الصالح هذا الوقت اللي عم نقرأ فيه الانجيل هالوقت أنا بقضي حزنه كآبة وبقضي فرع يسوع شو قال أنا ما بدي كل هدول إذا أنا كل هدول مش من الانجيل ما تاخدوهم يسوع شو قال قال إذا صمتة ما تعمل مثل الفريسيين اللي بينكروا وجوهن ويعبسوا كل الأمور أنت إذا صمت غسل وشك ودهر راسك بالزيت وبين لبيك اللي بيسمع أنك صايم وهو يجازيك علانية فإذا يسوع ما راد يكون صومنا مظهر راد يكون جوهر ومع كل أسف اليوم في كثير من المسيحيين وأنا أولهم بدين حالي ما عبدين حدا عبدين عمل مش عبدين أشخاص كل السنة ما بيدخلوا كنيسة كل السنة عبكرفتوا لا الله ويوم تنين الرماد يعني معبين الكنيسة اللي يدهنوا الرماد سألوا شو مقصود فيها بل لك عادة تعلمتها بس شو أبعد من هيك ما في شو إذا بدخل ما في خوري بيأخد رماد بيدهن لحاله بيطلع نوع من الفلكلور أي شهادة للمسيح منعطي إذا عجبيننا الرماد والسنة ما عبيه دهن من الشر قلبنا مليام من الخطايا شو الفايدة وبعدين أنا ما بيجي عندي يسوع لأحزن بيجي عنده لأفرع ما كل شي بهالعالم بيسبب لي حزن اليوم إذا أنا بحكي عن محيط صغير فقط من أجزء من هالعالم بلبنان يلي هو اليوم إذا باخد الوضع الاقتصادي بيحزنني إذا بدخل لمحلات لأشتري غراض بحزن إذا بده واحد اليوم كلكم سوا بتعرفت عنده شي دولار أو عنده ليرا بالبنك بتلع روحوا لياغدها بحزن الناس عم تمرق كل شي بيحزن إذا الله كمان يحزنني شو بقي يسعدني الله فرح والله هو روح فرح وبقول للديسبولوس لا تحزن روح القدس الساكن فيكم أنا لن أبكي خطيطي بل سأفرح لتوبتي بدي أرقص فرح لأنه يسوع خلصني وبدي عيش الابتهاج لأنه الفرحة إذا ما كانت بأله أكتر من فرحة من العالم خليني عايش في مستوى العالم إذا الله فرح وإذا خمرة الله مش أطيب من خمرة العالم ما بدي أشربه بالمرة هذا المقصود اللي لازم نفهمه اللي بده يترمد يترمد بس شرط يكون فعلا الرماد عوشه مش دليل موت دليل خلاص دليل حب لأ الله ويتذكر أنه مع المسيح الأموات قاموا لما يسوع صرف فتفتحت القبور وقام كثير من أجساد القديسين والله إلى أحياء وليس إلى أموات ونحن منحدد حياتنا التانية كيف منعيشها نعيشها مع الله يبتدي منها فإن الصمر الروح هو الفرح والسلام وطول الأنات نعيشها بالخطيئة هذا خيارنا إذا بدنا نعيشها بالخطيئة والصمر الخطيئة وأجل الخطيئة موت أما الحياة مع الله فإن سمرتها حياة أبدية مثل ما بقول وعلينا نحن نحدد من هون نرجع لإنجيلنا لنتأمل فيه ونتابع وبتمنى تكون كلكم نلعب تتابع وبرجع أذكركم بمقرأ الإنجيل أن هذه الحلقة تنعاد يوم الأربعة نحن نزع يوم الثلاثة سبعة ونصف مساء بتوقيق لبنان وبترجع بتنعاد يوم الأربعة الساعة أربعة يوم بترجع بتنعاد يوم الأربعة الساعة أربعة بعض الظهر كمان بتوقيق لبنان وتنعاد مباشرة على الفيسبوك وفيكم تعلقوا علي وتنازلوا أسئلتكم وبذكركم بإني كل يوم الثلاثة الساعة ثلاثة ظهرا بتوقيق لبنان عبقون عبقون عتواصل معكم كلكم سواء عبر الفيسبوك تبعي لأرد على أسئلتكم وبدي أشكر كل اللي شاركوني بالسبوع الماضي على الأسئلة وكانت تسم الله بشكر الرب كان بحثوه تسعة وثلاثين سواء لأنني حسيت فعلا داش في شوق لكلمة الله بشكر شوق ومحبتكم وفيكن كمان تتابعوها يوم الثلاثة الساعة ثلاثة بتوقيت لبنان وبتقدروا بالوقت ذاته كمان تبعتوا أسئلتكم بيوم الثلاثة برد علي مباشرة على الفيسبوك على بس مباشر برد علي وبتقدروا بعدين إذا حبيتوا تعملوا لشير للجروبات اللي انتم فيها لتوصل كلمة الله لأكتر عدد ممكن للناس ونكون فعلا من المسجد الرب ونكون فعلا شهود لكلمته ونائلين لكلمته ونائل الخير فاعل خير خلينا نرجع لإنجيل الديس مرقص والآية 30 ونبتدي تعملنا بتعجوبة تكسير الأرض ورجع الرسل إلى يسوع وأطلعوه على جميع ما عملوا وجميع ما علموا فقال لهم هلما أنتم أنفسكم على انفراد إلى موضع منعزل واستريحوا قليلا فأن القادمين والزاهبين كانوا كثيرين فلم يعود لهم وقت حتى لتناول الطعام خلينا نتوقف على هالكام آية نتأمل فيها قبل ما نغوص بباقي آيات الإنجيل الرسل كنا تزارين قبل في فصل واحد يسوع أعطاهم تعليمات لما بعت الرسل 12 بالفصل 5 ونشوف من الآية 7 وما طالح وعطاهم قدة وصايا ما يحملوا زاد ولا مصاري ولا غيره ويتكلوا على نعمة الله ترافقون وشرحناها فيكن ترجعوا للحلقة بالموجودة على اليوتيوب وتد وتشوفوها أو على نور الشرق قناة نور الشرق على الفيسبوك وتشوفوه كمان موجودة المقصود فائزا نحن لما الرسل تم مكلمة الله رجعوا يخبروه والإنسان اللي ما بيشارك الله بيومياته ما بيكون الله حاضر بيومياته لأنه الله مش إله مناسبات بعمله زيارة بروتوكولية يوم عيد الفصح أو بأسبوع الآلام هلا نحن بزمن الصوم ولانه الله إله بعمله زيارات عند الحاجة بس اسخن وبس أمرض يا رب يا رب وينك أنا هيك وضعي أنا هيك وضعي ولانه الله بس إله منستكرو بعض المناسبات كضيف مثل ما منعزم بالأعراس وضيوفنا منعزم الله لا يبارك عرسنا أو يبارك عمادتنا رفيق كل حياتنا والله كل حياتنا وليدي صبول صبول إن الحياة لي هي المسيح كل شي المسيح اللي هو الحياة والبحياء بالجسد أحياء لابن الله الذي أحبني ومات عني وبعلمنا أن أكلنا أو شربنا أو مهما فعلنا نفعله لمجد الرب يسوع المسيح كنت نيم كنت فاقي كل شي لأ الله من هون إذا يسوع ما بخبره كل شي مثل الرسول أنا بكارثة الطفل لما بيكون ببراءته إذا عمل شغلة اللي برجوت بيخبر أمه ماما شوفي شو عملت إذا عمل مغيطة شدة بروح بيخبر أمه إذا أكل بروح بلها شوفي الأمو كيف أكلتهم كلهم إذا تضحي شوفي ماما بخبر أمه ونحن مدعوين يكون هالبساطة بيننا وبيننا الرب اللي لم تعودوا كالأطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات لكن أنا مطلوب مني الله بيعرف يومياتي حتى ما أحد يتفلسف ويقول أنا بعرف كل شي ما الله بيعرف إنه بيعرف إنه نحن كل شي من نعمل بيعرفوا الله لا يخفى شيء عليه لكن أنا لما عبشاركوا بحريتي عبقلوا أني أنا عبورجي مدى سئتي فيه ومحبتي لأله وإلى لشو قالنا اسألوا فطعتوا طالما أباكم اللي زي في السماوات يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوا بس معناته يسوع بدوا يعلمني إنه يكون عندي سئة بها البي السماوي ويكون حبي لأله بيتخطى المنظور إذا بشوفه بطلب منه وإذا ما بشوفه ومشوفه بطلب منه بدي إسئة إنه الله حاضر بكل مكان وقادر يصغي إلي ويسمعني ويمتي ما دعوته ويستجيبوا لي إذا أنا فعلا لعن بطلبه حسب ما شئته وشايفه هو لخيري ولخلاصي لهيك الرسول أجو خبره الرب كل شي قاله وهيك لنا يا رب فيه شي غلط باللي قلته حلو الإنسان يعمل فعص ضمير لكلامه والكتاب المهدس أقم يا ربي حارسا لفمي ورقيبا على بابي شفتية حلو يا رب اللي قلته نحن بالصلاوات بنقول بك رب مدايح أفتحوا فمي فيمتلئوا روحا يمتلي روح بتقدر إشهد لك كلمتك يا رب تكلم يا رب أنت تحكي وأنا بسمع وأنا بدي يحكي عنك والآخرين يسمعوا ويكون فعلا تلميذك اللي بينقل شهادتك لك خبروا بكل شي قالوا وكل شي عملوا ليقولوا فعلا يا رب كلامنا بيوازي أعمالنا وأعمالنا بتوازي كلامنا لنشبهك ولا نحن يا رب نحكي وما منعمل مثل كتيرين هالأيام وأنا أولون أو منعمل وما منحكي وهدول إديسين الصامتين ربنا يبارك حياتنا بوجودهم مثل الإديس شربل مثل النساكب البراري اللي بصلوا بكل العالم وما منعرفش عنهم إلا أننا بصلوا لنا وربنا بيعرف كيف إنه مثل القلب مثل ما بتقول إديسة ريس اللي بيصلوا بيقال الكنيسة والكنيسة مبتعل بس إنه بعيشوا بنا وضعت صلاتهم السؤال المطروح هل فعلا أم تخبر يسوع كل شي وشوفوا يسوع لما قالوا له كل شي عملوا شو قالوا هل أموا أنتوا أنفسكم بشرتم عملتوا هلأ لازم ترتاحوا وأخذوا لمكان قفر وعدوا ورتاحوا العالم رح يبقى بضجيج رايحين وجايين والعالم رح يستمر بالضي بس أنتوا إذا ما عنكم السلام معي ما حتدوا تعطوا السلام رح يأخذكم العالم إذا ما عنكم حب ما حتدوا توزعوه ما عنكم غفران ما حتعدوا تعطوه ما عنكم الله يشعب وجوهكم ما حتدوا تورجوه للعالم وهيدي النقطة الأهم اللي ما عنده سلام يقدر يحكي على السلام بس ما بيقدر يعطي السلام بينما العيش في السلام وجوده بشعب السلام لأنه روح الرب ميلي لأنه روح القدس عطاه صمرته صمر روح هو السلام والمحبة وطول الأنات واللطف والصلاة والوداعة كل هدول السمار الروح اللي فينا لهيك يسوع بريدنا نرتاح ونرتاح معه راحة حقيقية مش من احنا اليوم نستعمل كلمة ان شاء الله تموت وبرتاح مش الموت اللي بريح الانسان لانه الموت اذا كنت عايش حياة لا تمجد الله لا ريح الانسان الانسان راحته مع الله اللي كان على هالأرض او كان بالسماء راحته مع الله وين ما كان اذا كان مرتاح مع الله بمزود افضل ما يكون غني ومالكه اصوره هو بدون السلام مع الله ومع ذاته والانجيل شاهد على هالحقيقة تقدروا تشوفوا اليوم الغني الجاهل وتشوفوا كل املاكه ما كان سبب راحته بل سبب دينوني هذا الذي عددته لمن يكون تشوفوا الغني ولاي عزر رغم كل ولاي ما ما كان براحة تشوفوا رغم كل خمر اتقانه لو ما كملها الرب كانت راح تبقى ناقصة تشوفوا كل افراح بلاطوس كانت ناقصة وخوفوا على السلطان ما هيبقى تخليه سوا ما الحية ما كان يقدر يشوفه ولو شافه كان ارتاح وما هو الحق الحق قدامك يا بلاطوس الحق قدامك يا ابو نابولوس الحق قدامك انتوا اللي عم بتشاهدوني خياته اخوة واذا قبلتوا هالسلام هون الراحة الحقيقة لهك نصيبي مع الرب يقول المزبون هكذا قالت نفسي مع الرب الراحة ومع الرب من لقي السلام الحقيقي لان الرب هو نصيبنا وهو خلاصنا استريحوا قليلا مريم عرفت راحت مع الرب لما جلست على قدامه بطرس عرف راحته مع الرب لما استسلم لما شئته وما قبل حتى يموت مثل معلمه بس عرف بديت سلامه رغم كل مظاهر الموت الرسول عرفه راحته مع الرب لما وسقه بكلامه ثم لما حط ايده عرفون الراحة مع الرب مش بحط ايده بالايمان فيه لحتى لو ما حط ايده لانك رأيطني امن طوبة للذين لم يروا وامنوا الغريب اليوم الناس الراحة قدامهم بس مش عم بشوفوها لانه بنوا راحتهم على امور كتير وقتية والي راحته على اشياء وقتية بتزور راحته والي راحته على الابدي ما فيش بياخد السلام والراحة منه بتابع الانجيل هلو مو استريح فانا كثيرون فانا القادمون والزاهبون كانا كثيرون ما تغيرش الى اليوم ناس ريحة وناس جاي اجيال بتروح واجيال بتمضي واجيال بترجي والانسان بتغير بس ما بيبقى الا الله ولما بيبقى الله وحده هو معناته الباقي لايك الى السفر الجامعة جيله يأتي وجيله يمضي ولا شيء جديد تحت الشمس الا محبة الله والتعبد لاله لايك مع الله نغلب الزمن بس بدون الله بيغلبنا الزمن ومنصير جايين كأنه عابرين بهالأرض ما بعرف وين مننتهى بس مع الله منترك أسر وين ما رحنا بيبقى ذكر الصديك يدوموا الى الابد ومن خبر السوء لا يخاف هللولا بتابع الانجيل فلم يعد لهم وقت حتى لتناول الطعام ما قدوا حتى يأكلوا قد ما في ضغط البشارة والرسالة وهون يسوع دي فهمنا ما فينا نحن نخلص العالم كله ولو بقينا كل وقت عم نحكي عن الله وكل وقت عم بشرح يتمم في ناس ما حيسمعوا بهالأمر لكن فيه أوقات بدنا نقلهم للعالم بتتعلم وتسمع اللي فوق منا في صوت السماء ويمكن أوقات كلمة بتخلصنا وأوقات جريدة عم نسمع وتتكرر ما بتفيدنا لكن الإنسان بحاجة يزغي للرب بدانتين تنتين وحواسه كلها ويزغي بحواسه وبعيونه ليشوف وين الرب عم بوصل كلمته عبر كلمة عم بسمعها هلأ عبر اللقاء صار قبل أو بعد عبر أيام جاي عبر أيام راحت عبر اللي عبر عيشه كل الأمور الله بيحكي فيها ونيالي اللي بيعرف يسمع صوت الله بكل الأشياء ويقرأ بشاير وإخبار الله بكل العلامات وانطلق في السفينة طعام اللي بتاكلوا من طعام الأرض أوكي بس ريحهم قبل بكلمة الله اللي هي أهم من الأكل ومن الشرب ليس بالقبز واحدة ويحيى الإنسان بكل كلمة تخرج من فم الله بتابع الإنجيل وانطلقوا في السفينة نحو موضع منعزل يكونون فيه على انفراد يسوع بياخدهم لمحال انفراد ليعلمون ليعطيهم الأوة الروحية اللي بتغلب التعب الجسد ليعطيهم السلام اللي بيغلب الشوشرة اللي حواليهم والضجيج اللي حواليهم والحروب اللي حواليهم ليعطيهم حب يغلب الضغين والانتعام والحقد اللي حواليهم بيتابع الإنجيل وانطلقوا في السفينة فرقاهم الجمعوا منطلقين وكسرين عرفوا إلى أين يقصدون وين أنا بدي يروح مع الله بدي أصد لما كانوا يصلي له لأك بتشوفوا كانوا محل ما في قديسين بالمجبال بالمناسك الناس بتقصدوا مش لأنه عندهم يعطيهم مصاري ما عنده مصاري ولا عنده شي لأنه بعد شانين يسمعوا كلمة خلاص منه وعد شانين يشوفوا إنسان عايش لأ الله مش عايش لذاته مش تاقين يشوفوا إنسان بيعطيهم حب مجاني دون ما يطلب البدل ودون مصلحة إلا خلاصهم وعن بيصلي لهم لو ما شافوا لو ما سمعوا هذا اللي بيقصدوا لهيك أصدوا الرب فبادر إلى هناك فبادروا إلى هناك راجلين ماشيين على إجريهم من المدن وسبقوهم هن يسوع جاي بالسفينة وهن راحوا بطريق البر وسبقوهم عديش عندهم شو لكلمة الله شو حلو الإنسان يشتاء لكلمة الرب ويفتش عنا الرب جاي مع الكنيسة وهي هي رمز السفينة جاي بقلبك وانت السفينة جاي بكلمتك والسينك هو اللي حامله جاي بإيديك وإيديك هي السفينة اللي بتبين عمله جاي بعيونك اللي بيشعه بنوره جاي يسوع فأفسره أفسر جمعا غفير نسي تعبه والرسل اللي تعلموا مع الرب ينسوا ذاته اللي يتعلموا يتذكروا الآخرين لأنهم كانوا كخراف لراعي لهم وطفقة يعلمهم أشياء كثيرة يسوع هذا الحب الشفقة مش إنك تعطي واحد قطعة خبز الشفقة مش إنك تعطي واحد طوب ما بدك يا أو فصطان ما عاش بدك يا بطلة تموت طوب تعطي له مرة فقيرة الشفقة إنك ترفع الإنسان لتصير مثلك ويساويك يسوع ما أشفى علينا أعطانا شفقة خبز وفل أعطانا زاته ليس من حب أعظم من أن يبذل الإنسان نفسه وفداء عن من يحب وإذ كانت الساعة قد تقدمت قد فاتت تقدم إليه تلاميذه وقالوا المكان قفر والناس عم بيطبعوك والساعة قد فات فاصرفهم لكي يذهبوا إلى الضياء والقرى التي حولهم فيبتعوا لهم ما يأكلون خلوهم نروح يشتروه شيئاكل وكلمتك نسيتهم الأكل والشرب بس بالأخير دا يموت أدول بشهر ما بدوا يعيشوا بلا أكل وبلا شرب خليوني يروحوا يشتروهون شيء كتير مهم نعرف إنه نحن لأوقات تيرو أشخاص بقول نحن متكلين على الله طيب إذا متكل على الله ما بتشتغل إذا متكل على الله الله رح ينزلك الخبز من السماء الله رح يعطيك الصحة لتجيب الخبز الله رح يعطيك النعمة لحتى تعرف كيف تشتغل بشرف وبأمانة ويعطيك كفافة يومك وزيادة بس مش أنت قاعد حذر تجري على أجر وهون بيحكوا قصة تخطر عبالي يعطيكم إياها راه بين خيين واحد سلموا لقاست الدير والتاني كان بحب كتير يقول إنه أنا بدي صلي يقول له خيو في وقت للصلاة بالدير ووقت للشغلة اليادة ويقول له أنت بتشتغله أنا مثل الملايكة أنا بدي صلي أنا ماني بي حاجة أبدا لحتى اشتغل لأكل لأنه ربنا رح ينزل لي الأكل مثل مارلياسي بقعت لي غراب أو بيبعت لي مثل دانيال أكل ما في حاجة ونسي أنه مارلياسي لما رأى على البرية كان متطهد ومطارد نسي أنه دانيال كان بيجب الأسود مسكر عليه يعني ما كان هو معه بيشتغل كان محبوس لأجل كلمة تخلى بس هو ما بده يشتغل مع أخوته واللي صار قال له طيب روحوا دبقوطها قاعد بقوطه وهدول يكفوا شغلهم صار وقت الأكل خلصوا صلاطهم ما عزموا هدهك ناطر هلأ بيدقوا الجرس هلأ بيندهولي عشية تاني يوم الصبح كمان ما ندهو ما عاد قدر هدى عد بالأكل رحلوا لخيله ليش معهم تدعيني أكل قال له ما أنت قلت إنك ملاك و الله بينزل لك الأكل والأكل للأرضيين أنت سماوي ما بدك تأكل ندم وركع دام خيو طلب الاعتذار قال له لا أنا أرضي ما دامني بجوع وباكل يعني عليك اشتغل و ربنا لبي بارك لهيك ياسوع بعلمنا بالإنجيل قال له لما قالوا رسول بتاعه الضياق ياسوع بديو يوصلهم هلأ أني مجغفين بكلمة الله وأنا مش معكم دائما وأبدا بالجسد ولهيك هلأ الوقت الهون اللي بتبينوا في حاجة العالم ليست فقط للخبز هي حاجته لكلمة الله اللي هي خبز الحياة و أنتوا بنعمة الله فيكن الطعمون لما بتتكلوا على الله لحتى ما تتحججوا دائما بأنه مواردكن أليلة و اللي عنكن أليل مع الله أليلكن كتير و بدون الله كتيركن أليل لهيك الإنجيل بيتابعوا و بيقول هنه روح ضيا روح عند الناس القرى والحونا في بتاعهم ما يأكلون فأجابه و قلم أعطوهم أنتم ما يأكلون وهذا سؤال اليوم تعرفوا إذا منكون صادقين مع حالنا بيجرحنا من جوا هل فعلا اليوم نعطي العالم ما يأكلون ما يعني فقط نعطيهم خبز و نعطيهم حسنات و صدقات هاي في منظمات إنسانية بتعملها إذا هذا دورنا لا نحن مطلوب هدول و فوق مننا الأهم نعطيهم يسوع يسوع اللي بيملاهم من جوا يسوع اللي بيشبه حاجتهم من جوا و يسوع اللي بيقدر يكون الفرح اللي من جوا و يسوع اللي بيقدر يسعدهم من جوا ما يأكلون فقالوا له شو قالوا له أونمضي و نبتعوا خبزا بمئتي دينار و نعطيهم فيأكلوا نروح نشتري بمصاري اللي معنا بمئتين دينار و نجيب لهم و نياكلوا فقالوا لهم كم رغيف عندكم ليش تشتريوا بالمصاري ساعة لعن الله حقكم و هون الأهم بمئتين دينار بيجيب كمية قليلة يمكن لعدد لنا أشخاص اللي مشوفها ديش كان موجود حسب الإنجيل بينما مع الله القليلة اللي معكم هون السؤال أنا بتكل عمالي أو بتكل على الله بأموري أنا بتكل على الصيدة أو بتكل على محبة الله أنا بحسب على جيبتي أو بحسب على حب الله أنا بحسب على إمكانياتي على قوة الله و إيماني فيه و قديش الله بيعطيني من النعم و الإمكانيات اللي بتفوق إمكانياتي بكتير أمور ما هو غير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله واللي ما بيقدر يعملون للناس بيقدر الله يعمله المرأة النازفة حطت كل أموالها لأطبة ولم تستفد شيء لكن مع الله بكلمة تغيرت كل المفاهيم شو قال لهم؟ يسوع كم رغيف عندكم؟ اذهبوا وانظروا فتحققوا وقالوا خمسة أرغفة وسمكتين عدد سبعة وهنا كتير مهم هالرقم عدد سبعة لأنه العدد سبعة بيذكرنا بالكمال الله ما بيعطي شيء نايس سبعة سرار الكنيسة مواهب الروح القدس صلاة اللي كان يصلي فيه لو دي سبع مرات سبحتك في اليوم تأسيمي إذا بتكون حياتنا نحن أربع زوايا الأربع والإنسان روحه نفسه وجسد إذا مناخد الأناجيل الأربعة يلي بتحكي عن السالوس الأقدس الأب والابن والروح القدس إذا منحكي عن الأبعاد الأربعة اللي هي من كل الجهة طوله وعرضه فوقه وتحت ومنحكي عن دعمة الله المالية كل الأبعاد بسالوس والأقدس كل هالأمور والسمكتين وما ننسى أنه السمكة إذا أخذنا عبارة خصيصة اللي هي السمكة باليونانية ونحطها على سياراتنا بيوتنا السمكة الرمز اللي هي مختصة لك جملة يسوع المسيح ابن الله الحي باليوناني إذا أخذنا أول حرف من كل كلمة بتطلع معنا خصيصة اللي هي السمكة وصارت رمز للمسيحيين فإذا ناقصكم مع يسوع سمكتين يسوع إله وإنسان بطبيعتين بيعملوا العدد الكامل اللي بيشبع كل الأرض من خير ربنا ونعمته فأروا فشو عمل يسوع فأمرهم أن يجلسوا جميعا زمرة زمرة على العشب الأخضر قالوا نعدوا جماعات جماعات لأنه يسوع بريدنا نحن جماعة مش كل واحد يأكل لوحده وكل واحد يعيش لوحده نحن منعيش محبة الله وهذا اللي علمنا عمال الرسول كل شي بيناتهم كان مشترك ما هيدا لألي وهيدا لألا كل شي لألنا ونحن كلنا للرب فاتكوا جميعا على العشب الأخضر وهون انت كتير عبهمني هالتشبيه الحلو هلا طبيعيا جغرافيا نعدوا على العشب الأخضر بس الأخضر هو رمز للحياة الطبيعة بتتجدد بالربيع الأخضر رموز الروح القدس بالإكونة نرسم الروح القدس الروح الحياة اللي بجدد الحياة والخلية وكأنه اتكأوا بالروح القدس ليتغذوا بكلمة الله اللي عم بقوله يسوع عبر سر الإفخارستية اللي هو جسده ليكملوا نقصهم اللي هو برمز له بالرقم خمسة وكتير حلو نرجع نسترجع العشب الأخضر هو الأرض اللي وقفين علي اللي ظهرت بنعمة الروح القدس بالوقت ذاته طبيعتين المسيح اللي عم بيتناوروا عبر الإفخارستية وعبر كلمة الله بالإنجيل أو من خلال وعظه المباشر مثل ما كان عم بيصير لقلهم وبالوقت ذاته عبر اعترافهم بنقصهم اللي ما للأرض بجهاته الأربعة اللي ما بيكملوا إلا نعمة الله بيسوع المسيح فاتكأوا جماعات مائة لأنه المئة العدد كامل كانوا صاروا واحد إذا من قيم السفر بصيروا واحد وخمسين خمسين خمسين طهن الراحة والنعمة لأنه العدد خمسين بيذكرنا بالنزول الروح الإيدوس وولادة الكنيسة بيذكرنا بسنة اليوبيل كانت بالعهد القديم سنة الخمسين إذا واحد اخذ أرض من واحد شريعة بردله إياه إذا كان عبد بيطلقه حر إذا مجدون بيطلع براقة كل هالأمور اللي بتتكرر بالسنة الخمسين وكانت سنة نعمة لكي يسوع بلش بشارطه بما بول إنجيل روح الرب علي لأنه أرسلني لأبشر المساكين والعميان وكل أمور وبيني وأعلن سنة نعمة للرب وأخذ الخمسة أرغفة والسمكتين ليقول طبيعتنا ما بتتأدس إلا بالمسيح ونقصنا ما بيكتمل وكل أرضنا إلا بيروح الرب بالمسيح ونظر إلى السماء وبارك وكسر الأرغفة وجعل يعطي التلاميذ ننهينا نحوني شغلة كتيرين اليوم مع كل أسف صاروا بكل شي بيفهموا حتى بالدين واللهوت لدرجة بسكتوا الكل أنا اليوم إذا موجود قدام طبيب عندي معلومات طبية بساق بقول له للطبيب أنا هيك بفهم بناء مع معلوماتي وأنت بتكملها لأنك أنت خصصت سنين من حياتك ليعطوك شهادة بأنك دكتور إذا برع عند محامي بيعضيب له أنا بفهم بعض الأواني بس ما بعرف أدك قل لي اللي عم بعرفه الصح أو غلط ونورني وبصغي لأله ما بعد بشارعه بالأوانين وهو أدى كل حياته عم بيقرأ أوانين نفس الشي إذا بروح عند شخص تاني شو عرفني تاجر دهب مجوهرات غيره بقول له أنا عندي هيك بشي فأنت شو شيف بيعطيني خبرته وبقول له هاي بتسواء الأد أو هالأد أو ما بتسواء أو هاي دي تأليد أنا ممكن إقبل كل هالأمور والطبيعي بهذا الطبيب شو دي شارع دكتور دي شارع محامي بدي شارع ما بعرف شو ما كايد شغلته بينما على الخوري نطاول وبعتذر أولى منعد حالنا منفهم بأله قده بمئة مرة منفهم بالطوس قده بمئة مرة منفهم قده بالدين قده بمئة مرة وما نبي حاجة لأله وأنا بكتير بقول لله شو بديروا على الكنيسة معنا بقد مئة خوري بحطهم بجيبتي إيه منيح إنه بيقعدوا بجيبتك زلقة جيبتك كبيرة نشكر الله شايف حالك ما بعرف إذا علي حق أول أكبر من الله الله حطنا بقلبه ومش بجيبته ونحن عم بيعالم الله وطواره عم بيقبل نحطه بكاس أربان لناوله أو بكلمة نوصله هو بالإنجيل قديشنا مع التارين ما بدي الكنيسة ما يسوعه ما قاله كان بيقدر يسوعه للناس تعاو كله وكي حطت السلال كل واحد يأخل اللي بده يعطى كنيسة مهمة قالوا اذهبوا تلمزوا عمدوا علموا أوصوهم أن يحفظوا ما فينا دول كلهم كبهم بره ويسوع اللي قال السماء والأرض تزولان وحرفهم واحد أو ياء واحدة لا تزول حتى يتم الكل كيف اليوم نتطاول على الكنيسة يخي أنا يمكن ما بتحب أبو نابولوس وأنا بحترم رغبتك ما تحبني لأنه أنا ماني كامل بس ما تحب الله المتواضع اللي بينزل على إيدي لأجل يوصل لألك هم في مشكلة عندك أكثر ما هي عندي إذا الله ما شاف مشكلة ينزل على إيدي رغم كل خطيائي وهو الديان وهو اللي بيعرفني من جوة ومن بره ما عنده مشكلة يجي على إيدي أنت عندك مشكلة تأخذو من على إيدي فيه سبب وحيد بيمنعك أو بيمنعك وكبريائك وكبريائك لأنه ما عم تشوف يسوع الصالي بدك يسوع بجبل التجلي أنا بتمنى كلنا منتمنى أنه اليوم الديس شهر بيكون عيش روح تناول على إيده أو الديس وحنا فم الزهر أو باصيليوس أو نيكولاغوس أو ديمتريوس أو كل هالديسين العظماء اللي كانوا كان ديمتريوس ما كان كاهن أو نيكولاغوس اللي كانوا أساقف وكديسين أو أمبروسيوس أو أي اديس من الديسين الكبار بكل الأرض أو كيرلوس أو غيره نعم بس مش هدا الواقع ماني بادري بيو ولكن كان بادري بيو ولأخوري أرس بس المسيح حب ينزل عيدنا كلنا سواء حتى لو ما كنا بنشبه بطرس بندامته ويحنى بأمانته ويمكن ما بنشبه الرسل بجبنه اللي تابه يمكن نشبه يهوزة بس يسوع رغم هالشي عبيع بل ينزل عيدنا اللي يوصل ذاته لألكم هديشك يا إلهي متواضى لتقبل تنزل عيدنا وتصل لله اعطي البركة يسوع المسيح اللي عطانها السلطان بركة الله الآب اللي حبنا بركة الابن اللي افتدانا بركة الروح اللي بيحيينا وهيدي بتفوقنا كلنا سواء لأنه لا لقداسة البابا ولا غبطة البترك ولا سعادة المطارنة ولا احترام الخوارنة كل هدول بيقدروا يعملوا شي بدون نعمية الله ولا بيقدروا يوصلوا شي بلاء الله ولا بيقدروا يبينوا شي بدون عمل الله بيبينوا ذاتهم بيبينوا الله بيبينوا أداستهم من هون نحن بحاجة لنفهم اليوم أهمية الكنيسة بحياتنا اليوم واحد بيقل لي حاتت مرمد وسألته طيب حاتت رماد وقال الله يباركك بتروح على الكنيسة قال لي يا شو بدي روح على الكنيسة حتى أنا بالقليل إذا حاتت رماد وما بروح على الكنيسة أنا منيش مثل غيري منافقين بروح على الكنيسة بطلع بعيش والعكس شو بدي يجيني بصلي بقوطي قلت له معك حق لأنه الرب يسوع إذا صليت ادخل مخدعك بس ما فيني أخذ من يسوع فقط اللي بيع جبني ما يسوع آل كمان إذا صل متى اجتمع سنانة أو سلاسة باسمي بكون معهم ويسوع ذاته اللي قال من يأكل جسدي واشرب دمي يسقط فيي وأنا فيه ويسوع ذاته اللي قال صل ولا تمل حكى جماعة ويسوع ذاته اللي علمنا كل شيء نطلبه بالصلاة بعدين أندي لك شغلة يمكن واحد يقدر باكل بقوطي بس أوقات بكون أنا ما فيني قبل علامة بطلت مني بدي بعض طاولة أكل بشوف هذا عم بياكوت هيدا عم بيشرب هيدا مدري شو عم بعمل برتاح برتاح لما بشوفه عم بياكل يمكن باكل هون لقمة هم بسمع كلمة بنسهمهم وبالكنيسة من وازر بعضنا البعض لحتى تكتمل فينا كلمة الله لهيك ما حدا يجي تفلسف ويقول أنا ماني بحاجة للكنيسة أنت مانك بحاجة لأبو نابولوس هيدا رأيك وبحترمه بس مانك بحاجة للمسيح بالكنيسة تسمح لي كبير كتير عليك وعلي لأنه الله اللي حط الكنيسة مش أنا اللي بطلع فوقها ولا أنت اللي بتفهم أكتر منه ويوم اللي بتفهم أكتر منه معاش في دعية التجيل وانا كسرت الله والويد اللي اللي بحط حاله محال الله ومش الله لأنه الشيطان بيوم الايام حط حاله محال الله فسقط وكان سقوطه عظيم متل ما بقول سفر الرؤية من هون خلينا نتذكر نحن مسيحيين يمتنا كبيرة نرجع لأنجيلنا ونرجع للمقطع اللي كنا نتأمل فيه يسوع نظر إلى السماء لأن السماء مصدر كل البركات والنعم لكن كتابه رفعت وعينيه إلى الجبال من حيث يأتي عوني نحن عوننا من عند الرب اللي فوق الجبال وفوق الكل حارسك اللي ما بين عسل اللي ما بنام اللي ما بيدع رجلك تزل السماء مسكن الله بحسب الكتاب المؤدس بس يسوع علمنا السماء صارت بقلب الإنسان ملكوت الله في داخلكم والله اللي تقطع السموات ونزل ليسكن عالمنا بيقلنا الإنجيل رفع عينيه إلى السماء وكانوا بعلمنا نرتفع بكل أمور حياتنا وحاجاتنا للرب نطلبه من الرب وطلب من غير الرب من أقول بأمثالنا مزلة لكن طلب من الرب هو محبة ولهيك اللي بيحبوا الرب بيعطوا دون ما يمننوا بيعطوا دون ما يتكبروا وبيعطوا بيحسوا حالهم مهما عطواهنهم أصرين لأنه ربنا غيملهم بنعم وبيحسوا هالنعم هي وسيلة بين يديهم ومانا غاية لأنه الله الغاية مش النعمة بحد ذاتها لأنه الله هو غايتهم بالحياة وهو مصدر كل النعم لهيك ما بيحبوا الله لعطايا بيحبوه لذاته وهوني حب الحقيقي بيقلنا يسوء بارك الأرغي فيه وكسر وكانوا فيها الكلمة استعمالة بالعشاء السري بس الفرقون خبز باركة هونيك حدد خذوا كله هذا هو جسدي بس الاثنين باركون لكن بالكنيسة فيه الخبز المبارك وفيه جسد الرب ودمه وعفكرة بيقول أحد الإديسين بظن الإديس لوء الطبيب اللي هو بيقوله هو إديس معاصر مش لوء الطبيب تبع الإنجيل اللي كتب إنجيل إديس لوء بيقول المي المصلاية وصلاة الكنيسة على الأشياء اللي بنستعملها هي حماية من إلنا من كتير من الأمراض والشرور يمكن فيه ناس يضحكوا إيه عبونا عبعهم دعاية لحال ونخبرنا لناخد لهم إني ما يصلوا علي أو ليا خد لهم شي ما عم نقول شي نحن لناخده إلنا نقول شي لنبارك بنعمة الله اللي عطانا ياها لحتى نبارك كل شي ونشكره على مصدر العطايا ومصدر كل العطايا الصالح بتابع الإنجيل وأرغف وجعل يعطي التلاميذ ليقدموا للجمع وقالنا شو معنات يعطي التلاميذ يعني لكنيسته وقسم السمكتين أيضا على الجمع فأكلوا كلهم وشبعوا كلهم أكلوا وشبعوا شي بمجد الراب من خمسة أرغف السمكتين اللي ناجوا عنين بالمئات وخمسين عم بيفرزوهم يشبعوا في شي غير طبيعي في إيد الله اللي بتكمل ضعفنا ونقصنا وبيقلنا ورفعوا من الكسر وما فضلا من السمكتين سنتا عشرة قفة ياه شو حلو العدد وشو حلو المضمون 12 شهر 12 ساعة باليوم 12 ساعة بالليل عنا أشهر السنة للأطناش عنا الرسول للأطناش عنا أصباط إسرائيدي يعني أولادي عقوب للأطناش كل هدول ربنا ماليهم ليقل لي الرب أنا معك بقديمك وبجديدك معك بنهارك وبليلك معك بضعفك وبدايق حياتك معك لأكملك معك لأقدسك معك لأشبعك من كل خير وهيدي كتير كتير مهمة نفهم الحقيقة ومثل ما بتقول تفرر رؤية لما لقى العدرة ملتحة بالشمس وتحت إجهية الأمر ومحيط برأس 12 كوكب علامة لأشهر السنة للرسول 12 لساعتنا لساعة الليل ليقل لي ربنا أنا اللي محاوتك أنا المشبعك بكل لحظة من حياتك أنا اللي حاميك بالليل وبنهار وأنا اللي بعرف حاجاتك قبل ما تسألني لا بخلي رجلك تزل لا تأذيك شمس بالنهار وللقمر في الليل وبقلنا وكان الذين أكلوا الأرغفة خمسة آلاف رجل تتصوروا هالعدد خمسة آلاف رجال من عدد النساء والأطفال يعني ما بعرف قديش كانوا إذا خمسة آلاف رجال كل واحد جيب معه إذا مر أو ولد صلنا بالخمسة عشر ألف إذا كل واحد جيب معه شخصين وإذا هالعدد الضاعف صلنا بالعشرين ألف أكتر وإلا بيعرف ورغم الشي يسوع المسيح كل هدول ما هاملون ما وزعلون يسوع مثل ما بيصير نحن عنا مع كل أسف أولى يسوع ما طلب يهبرونه ولما أجوا ليعملوا مالك يسوع رفض وفل رح نشوفها بالتأمل بالمرة الجاي بينما يمكن ببعض زعمائنا اليوم بيعتذر أولى بسيدي حيا بيقدموا إنيني مي وبيضرقونا بالأطوبيسات لأروح كل وقت نهبر للشياء هنن بالدنيا مش أنا بديها وإذا أنا بيكون فعلا بديها ما بعرف قديش أنا بيصلى إلى وقديش أنا بيستفيدوا من وراء صريخي وكلكم تعرفوا شو بأني منزع الطرقات منصرخ منقضي كل نهار تحت الشم تحترر رأسنا وإخر شيء بتحنن عليه بأنينة ماء وبنقعد نشكر وقدم لي أنينة ماء ومستعد أموت لأجله هو قاعد مدري وين ومية مدري وين قاعد اللي عم نهو بلون وكل واحد متزعم كل واحد نيم عمليين كل واحد مدبر حاله وأنا اللي عم بروح بينما المسيح ما كان هيك المسيح هو اللي مات عنا مثل الراعي الصالح اللي بموت عن خرافه مش خرافه بتموت عنه اللي سلطانه خدمة مش نحن اللي بنخدم هو اللي خدمنا إن ابن الله لم يأتي ليخدم بل يخدم ويبزل نفسه عن كسينها ابن البشر ورجعنا يسوع المسيح اللي بحب رحل النهاية لبزل الزات كير فرق بين اللي اللي نشوفه وبين اللي عم شفنا نبي يسوع اللي بنعيشه مع يسوع لهيك يسوع المسيح وحده اللي بيطعم وطعامه مجانا برايكم نزل قال لهم كل واحد يدفع حق اللي أكله برايكم يسوع قال لهم هلأ أكلته وشبعته وشبعتكم ومرضاكم شفيتهم والمعتارين عطيتهم لبدون يا يلا صرخوا كلكم هلأ ليحيا يسوع ملك الملوك لو صرخوا وهي الحقيقة يسوع ملك الملوك لو قالوا يسوع هو الرب والسيد حقيقة هو الرب والسيد لو قالوا أنت وحدك المخلص هو حقيقة وحده المخلص لو قالوا أنت الألف والياء حقيقة هو الألف والياء لو قالوا أنت مساوي لله في الجوار وأنت والله واحد حقيقة هو هيك لو قبل اللي بيقبل والما يقبل هو حرب هذه حقيقة إيماننا وحقيقة يسوع المسيح يسوع مطلب كل هدول لو قالوا أنت نازل من السماء ونحن بنركع من بوسك للأرض ومن بوس الأرض اللي بتمشي عليها وبالروح وبالدم منفتيك كان حقيقة يسوع كل هدول بيستهنوا لأنه أنا ما بيجدود إلا للرب إلهي وإيا وحده بعبد يسوع ربي وإلهي مثل ما قاله ثومة مثل ما قاتلوا المرأة على القبر ورغم الشيء يسوع ما طلب كل هدول ما طلب شيء أبدا ولا شيء ولا شيء ويوم اللي هن قدموه له بعد ما شافوا كل شيء لأنه هنك تعودوا تعودوا مع زعماء بشر يوم اللي بقدموا شيء بدون ياخدوا الزعين بدون المقابل مع كل أسف يادك تنتخبه يادك تترشح له يادك تنضم لجماعته يادك تهوب اللقله يادك تلبس لهم بيدل عليه يا 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 ويا 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 بدون حدود مع الله كل هدول ما كانوا ليش؟ لأنه الله حياة أبدية ومع كل أسف يلي هو ملك الملوك ورب الأرباب تاجه كان أكليل شوق وعرشه كان صليب ومكان راحته كان عبر فتحه للحياة العبادية مثل ما نقول بترني منتنا بالكنيسة يوم الجمعة العظيمة ومرجع من عيد السبت النور إنه موصل عظيم لما سبق فرسم هذا اليوم يوم السبت سريا يوم السبت لأنه علم هذا هو السبت هذا السبت الراحة الذي فيه استراحة ابن الله من كل أعماله لما سبق فتمم التدبير الإلهي شفتوا قديشنا نحن؟ بعد أن حيط الله وبعد أن حب وبعد أن فهم إنجيله تعرفوا كل ما بغوث معكم بكلمة الله بشعر بالتعب تعب من ذاتي والراحة بأله بشعر مع الديس بولوس اللي كان يقول من كل قلبه قلويل لي أنا الإنسان الشقي من ينقذني من جسد الموت هذا ويرجع يشعر بنعمة الانتصار والفرح الشكر لله الذي حررني بيسوع المسيح وكان يشعر بقوة كلمة الله اللي بتجدد فيه الحياة لأنه كلمة الله حياة أبدية وكلمة الله بتخلص وبترفع من آمن بي وبكلامي فإنه انتقل من الموت إلى الحياة اليوم كنا لازم نسأل حالنا عدة أسئلة بعد تأملنا بهالإنجيل هل أنا مثل يسوع عم برفع عيوني دايما للسماء وبقدم من نعم السماء بما فيهن ذاتي لحتى العالم يعرف الله الآب أكتر بتمم مشيئته هل أنا مثل الرسل مرافق يسوع وجيت عملت وخبرت شو عملت ويسوع عور فيه يومي ويومياتي هل أنا مثل الرسل الدام الضيئة بقولون هدول صراف العالم نفصل بينهم وبين العالم ونسي إن الله أرسلنا للعالم لنكون بالعالم بس غير العالم لنحمل الله للعالم هل نحن اليوم نقدم للعالم خبز والسمك يعني كلمة الله مثل ما شرحتها مع كل يسوع إدسانيته وقلوهيته هل فعلا اليوم نحن من هالجموع الكتير اللي رافعت يسوع أفكرة الجموع اللي رافعت يسوع كانت أدت أنواه مش كل اللي أكلوا اليوم كانوا بحبوا يسوع في ناس انبسطوا بيسوع لأنه طعماهم ولأنه عبالهم بطنهم قلت عنهم عملوا مالك لم نشتغل لذكرنا عم نسمعهم كالزرغة طعامينة ويسوع قالوا أنتم ما أمنتوا فيني لأجل الآيات بل أنه حكلتم وشبعتهم لا تعملوا للقوت الفاني بما سمعنا التفتيلة عملوا بالقوت الباقي للحياة الأبدية في منهم انتبعوا يسوع ليتجسسوا عليه ويخبروا عنه سمعناه أنه قد قال انقضوا هالعيكل وأنا بقيمه بثلت أيام وفي ناس سمعوا لأنه مثل الأرض السطحية الكلمة بتبصم بس وقت أول ما بتجسوا وبنكروا مثل ما عملوا بالجمعة العظيمة لأنه أريد هذا بلبر أبا ارفعه واسلبه وفي ناس أجوا عندي يسوع فقط لأنه بدون الشفاءات واخدوا شفاءاتهم وانتهى دور يسوع بحياتهم مثل كثيرين وفي كثيرين كمان كانوا يتبعوا يسوع لأنه فعلا بيحبوه ولأنه بريدوا هو ربه إلى مثل يحنى الحبيب مثل العزراء مريم مثل مريم ومرتا مثل العزراء مثل كل هالإديسين بتاريخ الكنيسة بالماضي والحاضر ولا لابد يا طورة إذا سألت حالي أنا الخوري أي نوع منهم هدول هل أنا من الجمعة اللي بسمعوا كلمة الله لأنه مستفيدين من وراها هل أنا من اللي بسألوا مثل الرب نانطعمي هالعالم ما بقى فيه كان يروحوا يدبروا حالهم يعيشوا من العالم ونحن ما بنا نقدرنا نقدم لهم شيء لأنه إمكانياتنا ضائلة قدام احتياجات العالم بس مهما كان إمكانياتنا ضائلة مش أكتر من حب الله الساكن فينا هل أنا اليوم وإنتوا نشبه فعلا هالرسل اللي بتقلب السفينة مع الرب لها ربا اللي يرتاحوا مثل مراد الرب يريحهم والناس عبطاردون ولما شف يسوع الناس تحنن عليهم وأنا بتحنن حتى لو نسيت تعبي كل هالأمور الانجيل بترك علامات استفهام بحياتنا لأنه الانجيل ما بيمرؤ مرور كرام بيعلمنا سمعان الشيخ أنه يسوع هو الطفل الإله اللي راح يكون سبب سقوط وقيامة كثيرين في إسرائيل وهو أشبه بالحجر اللي بيوقع عليه بيطحنه بصير خبز اللي بيقبل الله يدخل حياته بينتحن عن العالم ماربولوس آلة قد صرنا كغنمين للزبح مشهدا للناس والملائكة أو هو بيوقع على الحجر بيكبرياءه بيتكسر لأنه ما نوطري ويابس ويسوع لنساء ورشالين نتبكين عليه ابقوا على نفسكم وأولادكم إذا كان هيك عبي عملوا بالعودة الراطب اللي بينحنع شو بيعملوا بالعودة اليابس اللي بينكسر وبصير صالح للنار كل هدول الأسئلة لازم كل إنجيل اللي بنتأمل فيه يتذكرنا فيه لازم كل التأمل اللي بنتخل فيه نتذكر فيه ولازم نغوص وقبل ما نتابع به هالكم كلمة اللي بدي أقولهم وبالوقت المتباقي خليني تذكركم بإنه الحلقة بتعاد بكرة الأربعة الساعة أربعة بتعاد مباشرة على الفيسبوك مباشرة وفيكن تحضروها وتعلقوا عليها وكل تلاتة يعني قبل إزاعة هالبرنامج بهالوقت أثناء النهار ساعة ثلاثة بتوقيت لبنان ظهرا بكون كمان أنا أتواصل معكم مباشرة على الفيسبوك على الموقع تبعي برد فيها على كل أسئلة تكون متراكمة من الحلقة السابعة أو من الأسئلة اللي تحبين تطرحوها اللي بتكون كمان أنتوا حبين تسألوني إياها وبتكون كمان مباشرة وأرجع أذكركم بأن العيشين في لبنان أو الحبين نلتاع أنا كل أحد بأدسة عشر بكنيسة لديسين بطرس وبولوس بالباترون وهلأ بزمن الصوم بيكون الإداس للإداس باصيليوس وحلو نتعرف على هالإداس بجماليته بكمية الصلوات اللي فيه ونوعية الصلوات اللي بطال كل إنسان شو مكان وضعه بهالأرض وبذكركم يوم الجمعة مثل عاتيب عدس بمتغانية الكلدان كنيسة ملاك رفايل الساعة الستة عشرية رح نتابع بالتأمل بس خليني أسأل خين هلدي بعد في وقت بالوقت المتباقي رح أخذ مقطع من الإنجيل ورجع تابع معكم وهالمقطع أساسا كنت أنا عم بحكي عنه فايزا وفي الحال اضطر تلاميذه أن يركبوا السفينة ويسبقوه إلى العبر شطر بيت صيد ريس ما يصرف الجموع ليش يسوع بده يصرف الجموع هم ما يعطينا سبب ليش اضطر بإلي اضطر أن يصرف تلاميذه ليش شوفي ما أكلوا الناس ليش بدكتر إنجيل الإديس وحنى وإنجيل الإديس ما يعطينا السبب بإلنا لأنه لما شاه قال تعالوا نقيمه ملك يقولون يسوع ملك الرسول انبسطه هاي دي المملك اللي منطرة وهيك بلشت تتحقق أحلامنا أنا بصير وزير مالية أنا بصير وزير خارجية أنا باخد حقيبة ما بعرف أي حقيبة من الحقائب المهمة الدفاع أو شو عرفني كل هالوزائل أنا الإعلام يلبص الكلمة الله وبيعلن عنه وأنا المسؤول عن البشارة وأنا 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 يسوع ما بده تلاميذه يكون وزراء ولا بده تلاميذه يكون هنا وعادينا على كراسي بده يكون يخدم على الكراسي وعلى الأرض لأنه يسوع عجل يخلص الغني والفقير المتسلط والمتسلط عليه لا يتساوي أمام الله بحيطه لهك يسوع ما بده يكون ملك بقلنا الصرف بطر تلاميذه تلاميذه مبسوطين خلينا يا رب مبسوطين بده نياك ملك وأجط الفرصة وإنت قوي مدام طعميت من خمسة أغرب بسمكتين آلاف النفس تتعمل عجوب تتعمل دائما وبتقدر أنت مدام تشفي المرضى كل ما مرض واحد تشفي مبنى أدوية وكل ما مات واحد تحيي وكل ما عمي واحد تدله البصر كل ما طرش تدله السماء شو بدنا أحسن من هيك نيال إله معنا فكروا يسوع صندوق جوائز وهدايا بيأخذوا وبتوزعوا وبناتهم أو يسوع موزع مناصب ومراكز مثل كثير من المسيحيين اليوم ما بيصلوا لأ الله إلا إذا ناطرين شي منهم وإذا ما أخذوا اللي ناطرين بطلوا يصلوا إذا عملوا خير ما لأوا البدل ما بتعاملوا مع الله بعطي أمثلة مش ربنا يا أبونا بقولوا لي مش ربنا قال إذا أنا بعطي عشر ربنا بردلي مية تسعة وتسعين إذا أنا بعطي واحد إيه إيك ربنا قال طيب يا أبونا أعطيت واحد اليوم كم مع عشرة آلاف ما أعطاني الله مية يعني الله كذب علي من هو لك نرح أعطيك مية شو أنت عتعامل مع الله بنك لبيعطيك فوائد مضاعفة ما في بنك بالعالم بيعطيه تسعين بالمية فوائد وإذا نفكر الله فاتح بنك ليعطيك فوائد بدون حدود بهال مبمون وبهال مفهوم كثير غلطان وكثير غلطانة لما تعطي الله بيعطيك أكتر ما تتصور اللي كان بحاجة يعطيك مية يعطيك ألف إزاي حاجتك فعلا مش لأنه عطيك لأنه كريم وإنت يوم بتعطيه تشارك وإعطاه مش عال لأنه لا ناطر منه البدل هو يعطيك لأعطيك لما يعطيك غيمرك بنعمته ويوم بتعطي بكون وجه من وجوه الشكر للي يعطاك كل شي وبعدك ما وصلت لا أنت ولا أنا أمنعطي كل اللي عنا مثل فلسل أرملة لهك يسوع ما أجل لا يصير ملك زمني لأن حمله من نية ولا أجل يأسس مملك وهو اللي قال مش أبونا بولوس مملكتي ليست من هذه العالم ليش مش من هالعالم ما أنت جاي يا رب لهالعالم لأن ممالك العالم تبنى على السيف ونحن مما مبدأ مملكنا السيف والبطش من أخذ بالسيف بالسيف يؤخذ لأن ممالك على العالم تبنى على كرسي ويسوع عجل يخدم ممالك العالم تبنى على التسلط انا اذا ما بقوم جماعتي بروحة انصرية ما بدل بحافظ عليها واذا انا ما بحردت ضد الاخرين ما بدل بصل بالسود على الاخرين لا ازرع ضغين يا بناتهم لانو بخاف ضيعي اذا كدروا بينما مع يسوع مش هيك لك يسوع رفض يكون ملك وبيلنا اضطر التلاميذ يعني اضطر استعمل كلمة واحد غصبا عنه ما بدون يروحوا حلو يا رب خلص وصلنا بعد كلها التعب وصلنا للي ناطرين وشو ناطر انت يسوع ماذا اللي يناطره ناطر يكون عرشه الصليب لهك لما حكى يسوع عن موته مار بطرس اللي سأله بيوم القيام انتركنا كل شيء معناك شو بيطلع لنا ناطر شو بيطلع له يسوع قال انتوا لتبعتوني بعادة تجديد ما تجرس ابن الانسان بتجرسوا بمجدوعة بحكيوا عن سونا فكروا بالارض مثل ما عمل يعقوب ويهوزة وبعتوا امه هب لنا نجدوس اكله واحد من اولادي عن يمينك واحد عن شمالك العشرة زعله وغضبه بدون يسوع ملك زمن لك يسوع لما حكى عن الصليب شو اللي بتغس حاش لك يا رب ان تصلب شو جاوب يسوع سر خلفي يا شيطان افكارك افكار الناس مش افكار الله لانه الشيطان قبل منك عرض علي يزبرك على قلو بيقدم لي ممالك العالم انسجدت لي كل هذا دفع لي وانا اعطيه لقلك شو كان جاوب يسوع للربي الهي كتجد وإيا وحده تعبود قديشنا نحن فعلا اليوم علاقتنا مع الله لا تبنى على كل هالأمور بل على الحب المجاني مجانا اخدته مجانا احطه اليوم انا ما بسلم عخي اذا ما اني ناطر منه شيء اليوم ما بحكي مع خي اذا ما اني ناطر بدي اصلى شيء اليوم ما بقدر بغمور خي اذا ما اني ناطر منه شيء اليوم انا دايما بدي قدي صارت حياتنا استهلاكية عديمة الانتاج على مستوى الروحي عن بحكي والانساني لان الحب الحقيقي مجاني المحبة لا تطلب ما هو لها لا تظن السوق يونوار بوروس لا تحقد لا تفرح بالظلم تفرح بالحق المحبة لا تصود نحن ضيعناها المحبة داخلكن ياسوع لما غمى البشرية شو عدا متله بتعنطه بيرمح لما حنى راسه ليرفع كللته بالشوق لما مد ايديه بتعنوا بمسامير لما مشي ثوبه سمرناه بمسامير ولما ازغل انينا جدفنا عليه ولما فتحت تمه ليعطينا كلمة الله سكتناه بالخل والمر ولما حمل ظهره وليحمل الصليب عنه سلخناه بالمجلة ده هو عينا تحته للصليب ولي زيّن أرضنا بالأشجار والورود زيّننا نحن بصليب العار ملعون من علّك على خشبة لا هيك منقول بأسبوع الألام في صلاة اليوم علّك على خشبة شو منقول ختنوا البيعة كل ليلة علّك على الصليب اكليلهم مشاو قضع وابن العزراء مريم تعين بحربة ختن البيعة عريس الكنيسة ختن تعلّع على الصليب وتكلّل ولي زيّن الأرض وشّح الأرض والسماء بالغيوم البسّة بروفيرين كاذبة شوفوا الفرق بين عملنا وعمل الله لأهلنا لهيك أنا أقول أحد للديسين لو أقضي حياتي كلّا عم بشكرك يا رب قليل عليك لو أقضي حياتي كلّا عم ببكي خطيّاي قليل عليك كلّ اللي ردته مني يا رب أني أرجع وارتمي بحضنك وهذا كان كلّ شيّ لخلاصي لهيك عملت مع الأبن الضّال كان ضّال فوجد وما يتنفعش لما ارتمى بحضنك لأعمل السلام والحياة والشّبع ما علي يقول أنا أهلك جوعاً وأبي يفضل عنه من الخبز لأنه بيعطى أكتر من الخبز تباح له العجل المثمّن بيّو ما ردو أجير ردو أبن كل هدو الأسّلة قديش منسأل ذاتنا قديشنا فعلاً قريبين من الحياة نحن المسيحيين ونحن بزمن الصوم كنا حسب التعصي الغربي اليوم بتدينا وكان حسب التعصي الشرقي التنين الجاي بنبتدي كل هالأمور قديشنا نحن نسأل ذاتنا ونحن بالصوم ونحن بزمن النعمة والبركة يهي كارت يكون هالصوم زمن الفرح لنجيل بإن يسوع طر تنميزه إنه يركب السفينة ويسفكوه إلى عبر شطر البيت صيدة ريس ما يصرف الجموع يسوع كيف يصرف الجموع ولا بده يصرفه هو اللي جاي إليه خلصه هذا السؤال كمان لازم نفكر فيه ليش يسوع بده يصرف الجموع وزا الجموع هي اللي جاي إليه سوعي خلصه كل هايدي أسئلة علينا نسأل ذاتنا وقديشنا فعلا نحن عميئين بالإيمان قديش بهالصوم نحن نترك وقت لأ الله لنقعد نتأمل بكلمته ونزغي لعلا قديشنا نحن نختار نصيب الصالح الذي لا ينسى منه بترجايكم بمحبة الرب الصوم ما يكون حرف يكون جوهر هذا النوع لا يخرج إلا بالصوم مع الصلاة صلاة مع الصوم نعمة نعمة الصلاة هي القوة بس صوم بدون صلاة بصير رجيم مالو إيمان وخلينا نذكر نحن ما منصوم عن أشياء عاطلة لنعمل أشياء منيحة نحن منصوم عن أشياء منيحة لأنه العاطلة هذه يعني مفروضة كل أيام السنة نكون نحن عم نتجنبها وعم نغلبها منصوم عن الشياء منيحة لأشياء أهم هي الله بصوم عن اللحم لأطعمة جاية كل السنة لن يأكل لحمة بصوم عن الحليب لأطعمة إنسان لن يدوء طعم الحليب هو يمسل حاجة لأله بصوم عن الشياء بحبها لأعطي خيش اللي أنا بحبها من عوازي من شهوتي لأله هو يشاركني فيها ما باكلة لأوحدي وما بعمل مثل الغني باكلة لأوحدي هاي كله خلينا نفكر فيها لهيك أبما أنه بصلاة بذكركم أنه بكرة وعد الحلقة الساعة 4 مباشرة على الفيسبوك بتوقيت لبنان وكل 3 الساعة 3 مباشرة بتكونوا على الفيسبوك تم معي مباشرة كمان اللي أرد على أسئلتكم بدي صلي لألي ولألكم للرب يبارك هالكلام اليوم وجمعت الجاية بنلتعى لنسأل هالسؤال ليش الرب صرف الجمهور قاله الرب بيصرف الناس عنه أو بيجعل يخلص الناس هدا السؤال اللي علينا نجاوب بسم العاب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين يا ربي يسوع المسيح شكرا لنعمتك اللي عطيتني يا أبي هالوقت وسمحت لي أحكي عن حبك وخلاصك سامح تأصيري بتوصيل حياتك وكمل ضعفي بنعمتك وبارك كل اللي سمعوا هالكلمة وأدسهم بروحك وأعطيهم يا رب نعمة الأصغاء لصوتك ليقولوا لك تكلم يا رب نعرف نسمع أعطيهم يا رب من حكمتك ليعرفوا الأبيض أبيض والأسود أسود وأعطيهم يا رب الإرادة ليتبعوك حيث وتمضي وأعطيهم الحب ليوقفوا حد الصليب مثل ما وقفت مريم ولا يروحوا يا رب يبحثوا عنك بكل ظلمة لتكون النور مثل ما بحثت عنك مريم بظلمة الأبر لتكون نور الأيامة إلى كل المجد يا رب يسوع مع الآب والروح وبشفعة أمك مريم مع كل الهديسين بارك يا رب كل اللي شاهدوا الحل واللي رح يشاهدوا هلأ وبأي وقت إلى دهر الداهرين أمين بتمنى لكم ليلة سعيدة وإيام مباركة يسوع بيحميكم ويحبكم وأنا بحبكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة